اشتركوا في القناة 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 هي التي تعطينا الأجيال الصالحة وهي التي تقموها من الأم و من أبا لأن الأم يسمعون بشكل جيد و أشكرا لكم أخوية شكرا لكم متابعين الأعزاء نحن نزال في استطلاع الرأي خصوصا للرجال بشأن المرأة في اليوم العالمي السلام عليكم أخوية كيف تريد أن تقول اليوم المرأة في العيد؟ السلام عليكم أيام المرأة في العيد ومن الرجال لا يتقوم بالفعل لكن الرجل لا يسمع لها فهو مرأة لا يسمع لها أنها هي التي تتكامل الرجل والراجل وهو يتكامل المرأة لن يوجد شيء من الصحة أكثر من الدنيا ما ستكلمون؟ أنت تتكلمون أن أمك إذا كانت أخذتها نحن أتمنى أنه أحفظ أمهات ويحفظ أمهات ويحفظ أمهات ويشعروا بك ونحن لا يخبرون أمهات لن تصنيبه ونحن أخبرون أمهات ونحن أحفظ أمهات ويأتي لا ينهي أجل أتمنى أن أعضبهم إنه مجرد عمري إستثناءً سوف نعرف العنصر الانسوي مع العلم أنني اختررنا مع العنصر الرجالي إذا أنت في يوم العلمية المرأة وهو 8 مارس عندما ستوجه تحييه أو كيف تريد أن تخبرها؟ أعني لأمي ما أريد أن تخبرها؟ أنا أريد أن أسفرها وأن أريد أن أسفرها إن شاء الله كيف تريد أن تخبرها؟ أخبرها وأن أصححتها وأن أصبرت معنا وصلنا إلى هذه المرتبة ونشكّل عيات كلهم للمرأة المغربية الحرة التي تتعاني أو أي شيء نقولها تبقى الله لك كل المرأة المغربية شكراً شكراً لكم أعزاء أنتم الشارع المكناسي وخصوصاً للرجال الاحترام لكي يكونون المرأة وأنا بدوري كان هناك المرأة بعيدها مع العلم أن المرأة مخصوصاً عيد مرة في السنة فالمرأة تحتاج كل يوم عيد لأنها أم وزوجة وأخت ويزد إلى ذلك إذا المتابعين الأعزاء هذا رأي الرجال وكان معكم ربيع الدحاني ووراء الكاميرا عبدالسليل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة